تعود التوترات السودانية الأثيوبية بشأن منطقة الفشق الزراعية التي تعود للسودان وفق اتفاقية ترسيم الحدود بين البلدين عام 1902 لكن إيديس أبابا تطالب منذ عوام بشريط حدودي تناهز مساحته 250 كم مربعا وفي وقت لاحق انسحب الجيش السوداني من المنطقة واستقر مزارعون أثيوبيون فيها لم تثمر جولات المحادثات المتعددة بين الخرطوم وإيديس أبابا عن توضيح الترسيم الحدودي ظلت القوات السودانية خارج المنطقة حتى اندلاع النزاع بين الحكومة وسلطات إقليم تيجراي في 22 نوفمبر 2020 بحيث فر أكثر من 60 ألف أثيوبي من تيجراي ولجوا إلى ولاية القدارف السودانية خلال ذلك أرسلت الخرطوم قوات إلى الفشقة لاستعادة أراضيها ومنذ ذلك الحين تضاعفت للشباكات الحدودية التي خلفت بعضها ضحايا وأسرى بين الطرفين الحدود الشرقية للسودان المتنازع عليها مع إثيوبيا شهدت قبل أشهر توترا ومعارك راح ضحيتها عددا من الجنود بين قتيل وأسير لكنه اليوم يشهد عملية تبادل لنحو 53 جنديا أثيوبيا برعاية الصليب الأحمر سلمتهم الخرطوم إلى أديس أبابا فيما تسلمت في المقابل تسع مدنيين وجنديان وفق ما أكده المتحدث باسم الجيش السوداني نبيل عبد الله وأجرت عملية التبادل في منطقة القلابات على الحدود بين البلدين مصادر مطلعة كشفت السبت الماضي عن إجراء مبحثات أمنية مشتركة بين لجان الأمن السودانية والإثيوبية بدعم وإسناد من قيادات في إقليم أمهر الإثيوبي والقنصل الإثيوبي بالقضارف أفضت إلى تفاهمات عسكرية وأمنية لتبادل إطلاق عدد من الرعاة والماشية والأسلحة ونتيجة لهذه التفاهمات أشارت المصادر إلى أن السلطات الإثيوبية سلمت 71 رأسا من الإبل السودانية التي تعود ملكيتها إلى أحد كبار مربي الإبل حيث جرت عملية التسليم في مدينة المتمى يوهانس الإثيوبية بإقليم بحر دار المحاذية لولاية القضارف السودانية وخلال الأشهر الأخيرة هدأت المواجهات على الحدود بين البلدين بعدما كانت القوات السودانية تلاحق على الدوام مجموعات مسلحة إثيوبية تتعمد التواغل داخل الأراضي السودانية لاختطاف المزارعين السودانيين والمطالبة بفدية نظير الإفراج عنهم وفقا لمصادر محلية ومنذ عقود يسود نزاع بين البلدين حول منطقة الفشق الحدودية الخصبة كما أن التوترات زادت في السنوات الأخيرة بسبب تداعيات الصراع الدائر في إقليم تجراء شمال إثيوبيا ومشروع سد النهضة لتوليد الطاقة الكهرومائية الذي بنته إثيوبيا على نهر النيل الأزرق من الخرطوم مرحب بيا سيد أدى مهدي حسب الكريم إعلامي وأيضا من القاهرة دكتور محمد اليومني خبير في العلاقات الدولية أهلا بكم ضيفي إلى هذه الحلقة وعلى شاشة قناة اليوم دكتور محمد دعني أبدأ معك هل نستطيع على خلفية عملية تبادل الأسرة يعني الحديث عن ملامح تهدئة بين السودان وأثيوبيا في منطقة الفشق الحدودية يعني هل يعاد ذلك بداية لتوافق سياسي بشأن المنطقة المتنازع عليها؟ دكتور محمد هل تسمعوني؟ دكتور محمد دكتور محمد هل تسمعوني؟ أنا أسمع حضرتك يا فنة نعم يعني تحدثنا هل نستطيع على خلفية عملية تبادل الأسرة أن الحديث عن ملامح تهدئة بين السودان وأثيوبيا في منطقة الفشق الحدودية؟ في هذا التوقيت الصراعات مشتدة والصراعات في غاية الالتهاب سواء في الداخل الأثيوبي وسواء في الغارج الأثيوبي وكما نعلم حتى في أثناء المشددات والحرب التي كانت دائرة بين الجانب الأثيوبي بين جبهة تحريط جريه هذه الجبهة كانت أيضا يوجد مشددات كبيرة جدا بين الجانب الأثيوبي والجانب السوداني ولكن هل يعني فيه يوجد مصار جديد ويوجد حلول في هذا التوقيت حتى نخرج من هذا النفق المظلم؟ فأنا أرى لا يوجد حلول جزرية في هذا التوقيت لأسباب كثيرة جدا إذا نظرنا إلى الوضع الداخلي السوداني فهو متوتر للغاية ويوجد مظاهرات ويوجد أمور كثيرة وهذا أيضا له تأثير يعني وأيضا الجانب الأثيوبي يوجد في الداخل الأثيوبي مشاكل نهيكة عن مشاكل الاقتصادية وما شابه ذلك ولكن بخصوص الأسرة هذه الأسرة ما هي إلا يعني تبادل الأسرة ليس أكثر من ذلك ولكن هذه المشددات قائمة يعني سمعنا في الأوناء الأخيرة تقارير وأخبار كثيرة جدا تخص الجانبي وكما نعلم بأن هذا المشروع الذي تبنته أثيوبية بخصوص صد النهضة أثر كثيرا على العلاقات السودانية والعلاقات الأثيوبية السودانية والعلاقات الأثيوبية المصرية في هذا التوقيت هذه أيضا جزئية ولكن حضرت التعلمي أستاذي الكريمة بأن منطقة القرن الأفريقي لديها مشاكل كثيرة جدا ونهيك عن الإنقلابات ونهيك عن المشاكل الاقتصادية ونهيك عن المشاكل السياسية والدبلوماسية لأن هذه البلدان تحكمها يعني سياسات بعيدة تماما عن التفكير يعني بخصوص التنمية أو بخصوص الاستقرار دائما وأبدا هذه المناطق تشهد يعني صراعات ودائرة مفرغة ونفق مظلم في هذا التوقيت سيد آدم يعني كما قال الدكتور محمد حالة من عدم الاستقرار الداخلي في كل من سودان وأثيوبيا هل من ضوابط وإجراءات مرافقة لعملية تبادل الأسراء تمنع أي اقتتال أو تجاوزات في المنطقة الحدودية؟ التحية لك والتحية لضيفك الكريم ولي المشاهدين العزاء حقيقة ما حدث ليلة البارحة من تبادل الأسراء بين السودان والطرف الأسيوبي ما هي إلا خطوة جاءت من اللقاء الشهير الذي جمع رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ورئيس دولة السيوبي أبي أحمد في منتدتان في الشهر الماضي وعقد الطرفان جلسة مباحثات رسمية بعدها رشحت معلومات أن الطرفان قد توصلا إلى التفاهمات وكذلك البدء في لجام مشترفة عسكرية وأمنية بين البلدين لرأب الصدع ولي بداية مرحلة جادة في تهديئة البرهان وعودة الأسراء السودانيين عند الطرف الأسيوبي وعودة كذلك الأسراء الأسيوبية عند الطرف السوداني في سنة هذا التبادل وكذلت في القوات المسلحة ونرسل رسمي القوات المسلحة أنها داخلت بين البلدين وفي إطار ذلك إن جاء عملية التهديئة التي الآن موجودة على الفدود صحيح البلدين كلها في الداخل لديها إشكاليات ولكن الصراح الشر بالسودان هو كذلك بدأ بعد ظهار مظهر فيه ولكن لم يتأثر في ما يحدث في داخلت القوات المسلحة في حدود مراشيبي أعادة كثير من المناطق هذه المناطق لحساد نتعى بأنها مناطق زراعية خصدة ومناطق أرمان لعل العملية الدبلوماسية والعملية السياسية لابد ينتصنر قبل الحرب وأثناء الحرب وبعد الحرب الآن أفتقل هناك تهديئة حاصة على سور الحدود والآن الشعب السوداني وأهل الضحايا وزويهم يترقبوا هذه الخطوة التي جاء برعاية الصليب الأحمد تمت في منطقة القوات الأسدودية هذه الخطوة تحقوبة هوات أخرى في إعادة المزانية المقصد من جانب الملكات الأسيوب لذلك إعادة التوازن في هذه المنطقة أي في الجانب الحقامة مشاريع تنموية للقوات على هذه المناطق حتى يبعدوا شبه الصراعات من جديد والنزاعات والاختطاف المستمر للأشخاص السوداني والماشية والاستيلاء على الأراضي الزراعية هذه الخطوة رحم بها كثير من السودانين وكذلك كقوة سياسية القاتل المسلحة قضرت بها الشوطن في منطقة التواصل مع الجانب الأسيوب لإحداث نقلة كبيرة على مستوى العلاقات بين البلدين نعم دكتور محمد يعني كيف يمكن لهذه الضغوط الداخلية في السودان وأثيوبيا يعني أن يكون لها الدور في تأجيج النزاع حول الفشقة أو توجه نحو التهديئة والتسوية أستفدأ الكريمة في هذا التوقيت المشاكل كثيرة وكما قلت حتى لا أعيد الكلام مرة أخرى في سواء الداخل السوداني وسواء حتى في الداخل الأثيوبي لابد الحكومات تعي المشاكل التي بهم أو التي بها في الداخل وفي هذا التوقيت لابد من حلول جذرية من الدرجة الأولى حتى يتم يعني مواصفات على ردود الحقوق أو أمور دبلوماسية تنهي هذا الصراع لأن حتى إذا تكلمنا وقلنا عن نموذج بخصوص الجانب الأثيوبي هدأت المنطقة أو هدأت الصراعات بين الجانب الأثيوبي وحتى الجانب جبلة تحريط تجاري وقامت من أول وجود حتى كنت مع حضرتك منذ أقل من أسبوعين وتكلمنا بخصوص هذه الصراعات الشديدة وقلنا لابد من حلول هذه نقطة أما النقطة أنا أرى ليس يوجد حلول في هذا التوقيت لماذا لا يوجد حلول أستاذتي الكريمة بخصوص أن الجانب الأثيوبي والجانب السوداني ولكن لابد أن نقول هنا أن الجانب السوداني في الداخل هذا الإنقلاب الذي حدث في السودان وهذا اللا مركزية ولا استقرار ولا كل شيء في هذا التوقيت يصب فعدم التسوية بين الجانبين وإن كان يوجد بعض المراقبين وبعض المحللين يقولون بأن المستقبل القريب أو في الأيام العجلة القريبة يوجد حلول في هذه التسوية أو في هذه المشاكل فيما بينهم فأنا أقول من وجهة نظر المتواضعة لا يوجد تسوية ولكن الخوف كل الخوف أن هذا الصراع يشتد مرة أخرى ويكون صراع بين دولتين والصراع يتم الذخائر أو الأمور التي لا علاقة بالقوات المسلحة سواء من الجانب السوداني ومن الجانب أيضا الأثيوبي ولكن المتابع الجيد أستاذتي الكريمة بخصوص هذه المشاكل بخصوص القرن الأفريقي والحيثيات والمعطيات والذي أيضا متابع لبعض السياسات الأفريقية يعلم كل العلم بأن هذه المشاكل مستمدة أو لديها مدد كثيرة جدا في المستقبل القريب سيد آدم ما بدأ ارتباط الاضطرابات في منطقة الفشقة بالحرب الأثيوبية وملف سد النهضة يعني لم يكن هناك أي اضطرابات في هذه المنطقة سابقا حقا الارتباطات إذا تحدثنا عن ما يحدث في شرق البلاد أو الحدود بين أثيوبية والسودان هي مسألة قديمة في أراضي سودانية متواجد فيها الإخوة الأثيوبيين وبعد ذلك نشطت فيها جماعات مسلحة أثيوبية مليشيات غير منظمة أثيوبية نشطت في تلك المناطق وتقوم بعملية استصلاح الزراعي لهذه المناطق وتقوم بنشاط مريض في هذه المنطقة وتعمل حتى في تهريب البشر تدخيلهم للسودان حتى يمتد الهجرة إلى أوروبا ارتباطات هذه المسألة بقضايا سد النهضة هي ليست ارتباطات كبيرة ولا أنها في سياقة توترات الحدثة في موضوع سد النهضة قد يقول البعض بأنها لديها ارتباطات مباشرة ولكن في الأصل هذه أراضي سودانية وهذه الاحتداءات تمت من قبل مليشيات إثيوبية وبعد ذلك تدخلت فيها بعض الأطراف وجيش السوداني قام بحسم هذه المسألة تماما وإعادة الكثير من الأراضي السودانية والسيطرة عليها وإعادة حتى ممتلكات السودانيين التي نهبت من هذه المليشيات وتمت التهدئة في تلك المناطق والآن يتحرك الجانبان السوداني والإثيوبي عبر لجان مشتركة أمية كمرحلة أولى لجان أمية لإعادة الأسرة بين الطرفين وزي ما ذكرت لك في 55 أسير من الجانب الأسيوبي تم تسليم للطرف الآخر وفي 11 مواطن سوداني تم اختطافهم للجانب الأسيوبي فيهم 2 من الجنود وتسعة من المواطنين تمت إعادتهم للسودان هذه الارتباطات ارتباطات أمنية جوهرية مرتبطة باستصلاح الأراضي في تلك المنطقة وهي أراضي خصبة وقد يكون هناك أزرع إقليمية أو دولية لديها بعض المصالح لأنه يكون في صراع بين أسيوبيا والسودان عشان يتربط بموضوع صد النهضة ولكن القيادة في السودان والقيادة في أسيوبيا توصلا لاتفاق في الشهر الماضي على شرف منتدى تانا لأنه يبدو صفحة جديدة في علاقات السودان بجاره ويبدو صفحة جديدة في تهديات الوضع على هذه المنطقة ويكون هناك حل جزري حتى بترسيم الحدود بين البلدين ويكون هناك حل جزري بإعادة كل الأراضي السودانية إلى السودان وإبعاد الميليشيات الموجودة على مستوى الحدود قد يكون النزاع في منطقة التجراءة أثر كذلك على حركة الميليشيات في تلك المنطقة ولكن الجيش السوداني يحافظ على سيادة السودان يحافظ على أراضي السودان وإن كان في سودان في انقلاب أو لم يقوم في انقلاب سواء كان في سورة أو غير سورة الجيش السوداني واحد من المسؤوليات ويفقد دستور أنه يحمي أراضي السودان شبرا شبرا وبالتالي ما قام به في الهدود هو حماية لأراضي السودان وكذلك الآن ما قام به في تبادل الأسرة بين البلدين هو برضو حماية لأرواح البشر السودانيين وأعادهم بأهلهم وأعادهم بزويهم أحيا نعم أشكرك جزيرة الشكر كنت معي سيد آدم مهدي حسب الكريم إعلامي وأيضا أشكر ضيفي من القاهرة دكتور محمد اليمنى خبير في العلاقات الدولية مشاهدين قضايا جديدة وملفات أخرى نوناقشها الأسبوع المقبل في حلقة جديدة ترجمة نانسي قنقر